بص كده ده رفايل فاران واحد من اهم واسرع مدافعين كورت القدم في تاريخها الحديث مدافع زي ما بيقولي الكتاب قوي وسريع وماهوف في لعب الهواء وعنده كل امكانيات المدافعين التاريخيين وفي وقت ما هو كان على كمة مدافعين العالم وتحديدا بعد تتويجه بكاس العالم تحولت مسيرته لعلامات استفهام كتير جدا اهمهم هو تواجده في اليوناتد ويهي اللي وصله انه يكون مدافع تالت ورابع كمان في بعض الاوقات لمنظومة القائب بتاعها هاري ماجواير يعني بشكل تفصيلي المدافع اللي قال عنه فرانكلي بوف اسطورة فرنسا بانه عنده فرصة يكون افضل من اسطورة مادريد فرناندو هيريرو بناء على انه افضل منه في السرعة والقوة هو بتتحول قصته للشكل ده الحقيقة المقايز دي لازم النقاش فيها يكون بشكل اوسع لانه من وجهة نظري اللي تبنت على انه حضارة فران منذ قدومه لريال مادريد شايف انه موهبة وموهبة مختلفة كمان لانه كان عنده فرصة يكون ظاهرة دفاعية وتخيل انت بقى اللعب اللي عنده فرصة يكون ظاهرة يوصل بالحال انه يعتزل دوليا من سن 29 سنة وكمان يتحول من واحد من اقوى صنائية دفاعية في العالم كله الى مدافع تالت لمنظومة المدافعين بتوعها ماجواير ولندلوف ومارتينيز وخد عندك بقى اسئلة كتير واجوبة اكتر اجوبة هتحتاج مشروبك المفضل ولايكك الجميل عشان اقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليكم قصة واحد من المحايرين كورت القدم ولكن سريعا نروح لسؤال الحلقة واللي دايما بنبدأ باجابات الناس اللي كانت صحيحة في الحلقة السابقة وطبعا الاجابة كانت اندرسو اللي انضم لهم كافضل موهبة صعدة في العالم بعد تحقيق زهابية اولمبياد بيكين الفين وتمانية واللي فاز مع عشياتين الحمر بكل البطولات وبجد بقت حياتي ليكم والكل الناس اللي اخدت بالها من التركيا دي اللعب النهاردة مش اوروبي ولكنه احترف فرق الكمة في ايطاليا واسبانيا وانجلترا والمانيا وبستثنى انجلترا فهو في كل دور من دول فاز على الاقل ببطولة واكتر ويذكر ان البطولة الوحيدة الكارية له مع الاندية كانت دورة الابطال مع باير ميونيخ واخيرا اللعب ده بعد ما فاز مع المنتخب بكاس العالم للشباب ادر مع المنتخب الاول يتوقع بطل الكارة المنتمي لها وتفصيلة اخيرة بقى نقفل بها السؤال اللعب ده حاليا موجود في احد اندياتنا العربية اعطاكك كده انتعرفته هستنى اجابتك في الكومنتات ويلا بينا نبدأ قصة المحاير الفرنسي رافايل فاران فاران من موليد فاران سالة تلاتة وتسين بدايته مع كرة القدم كانت في نادي هلمياز سنة الفين وتحديدا بعد ما كان فاران بيمارس هناك رياض الركبي ومع اتنامه للسبع سنين قاد فاران اختبارات النادي في كرة القدم وفعلا نجح في اجتيازها وبعد استمراره سنتين مع الفريق تم العصول عليه من احد كشافين نادي الامس النادي الى درجة اعجابه والمدافع صاحب التسع عوام كانت كبيرة جدا وده كان الدافع اللي بيه اصروا عليه وفعلا نجحه في ده الخطوة اللي هو بيها استمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد سنة الفين وتسعة السنة اللي فيها قد مرحلة تحت ستاشر سنة للفوز بالبطولة المحلية وده بيه تتم ترقيته لفريق تحت ستاشر سنة المرحلة اللي فيها فاران اكد انه مدافع مختلف مدافع او عنده مهيبة في قطع الكرات والفوز بالرأسيات وكل دي اساسيات دفاعية ولكن اللي كان بيميزه عن اللي حواليه هي سرعية الجنونية السرع اللي بيها اشاد بيه اغلب جهات النادي وبسرعة على الرغم انه لسه سبعتاشر سنة واصغر من اللعبة كتير في نفس المرحلة اللي انه في الفين وعشرة يتعمل له اول عقد احترافي وده كان سببه انهم عارفين مدى امكانياته اللي بيها مش هيطول مع النادي ومنها على طول مع اول مباراته مع الساكن تيم ودرب الفريق الاول يعجب بامكانياته ويصمم على اصعوده وفعلا بصورة الساروخ الكواليتي بتاع فاران كان سبب في انه ما يمرش بمراحل كتير صعبة بيمر بيها اي لاي في مكانه وفعلا موسم الفين وعشر الفين وحداشر يقضي فاران اول اسابيع له ما بين الدكة وخارج قيمة المباراة ومع الاسبوع الاثناشر في الدوري يتواجد فاران في التشكيل الاساسي ويعمل واحدة من اهم انطلاقات المدافعين في فرنسا انطلاقة فيها اثبت نفسه واكد انه مدافع من طراز رفيع مدافع عارف بيعمل ايه وبتحرك ازاي والاهم انه عارف هو مميز في ايه وده ساعده جدا في اثبات نفسه كعنصر اساسي في الفريق وبس يا سيدو من هنا بقى تبدأ انطلاقة رفيع الفاران الكروية الانطلاقة اللي مع اول مسم فيها قدر يشارك في اربعة عشر مباراة وبعيدا عن انه سجل هدفين منهم هدف قاتل في الوقت الضائع على موناكو فهو كان ليه احصائية غريبة كده وهو انه تمت مروغته بنسبة خمسة من عشر يعني بشكل اضاق بيترقص مرة واحدة كل مبارتين ودي نسبة خيالية بكل المقيس وخصوصا ان الكلام على اللاعب لسه سبعتشر سنة اللاعب لدرجة احترام الادارة اللي بيقدمه في الملعب تخليهم يدلوا شرط القيادة ايوان تسميته صح اللاعب لاته جوز التمنتشر سنة يكون قائد الفريق الاول في النادي ولكن ساعته كل كان بيقدمه فاران ما يكونش كافل استمرار الفريق في الدرجة الاولى وهبط للليج تو ومع تأكيد هبوط الفريق يصرح قداريين نادي لانس ان فاران مرغوف بشدة من باريس سن جرمان والمان يونيتد وريال مادريد ولكن دخول الاسطورة زين الدين زيدان في الصفقة وبينقل على نصيحته الفاران يكرر الموافع على عرض المارينجي النادي اللي دفع حداشر ملينيورو مقابل اندمام واحد من اهم مدفعين اوروبا الصعادية اللاعب اللي اصبح اصغر اللاعب يضم بريس طول مسيرته الى ذاك اللحظة ويعتبر اندمام رافيق الفاران كان مبني على المستقبل وده كان بيقالن حصوزه في الحصول على فرصة بشكل سريع وخصوصا مع تواجد راموس وريكاردو كارفاليو اللي لو واحد فيهم حصل له حاجة بيعتمد مورينيو على ابن بلد وبيبي والكلام ده اصفر عن انه على مدار موسم 2011-2012 فاران يشارك مع الفريق في 15 مباراة لا يذكر فيهم غير انه سجل واحد من اجمل اهداف الموسم الهدف اللي بيه اصبح اصغر لها باجنبي في التاريخ يسجل للريال الفريق اللي كان احد اسماؤه الموجودين في تاتوجه بدوري الميت نقطة الشهير ومع بداية موسم 2012-2013 بدأ الاعتماد على فاران بشكل اكبر وخصوصا مع بعض الوقات اللي اخدها في الموسم السابق واللي كان بتأكد انه هيكل ما كان مع الفريق وده لضعيف ارقامه لانه خلال الموسم ده شارك مع الفريق في 33 مباراة قدم فيهم اداء دفاعي استثنائي اداء بيه كان بيقدر يفوز بالكرات في 10 من كل 13 تدخل وده نسبة محترمة لما يكون لعب يلعب في ريال مدريد ولا يتجاوز العشرين سنة ولكن الجميل في الموسم ده هو انه سجل هدفين الهدفين دولباء كانوا على برشونة في قلب انهاء كاس اسبانيا الهدفين اللي كانوا بيأكدوا على قوت شخصيته اللعب اللي اصبح تاني اصغر لعب اجنبي في تاريخ الكلاسيكو يسجل بعد ميسي الهدفين دولباء اللي بيهم ضامن الريال الصعود لمواجهة اتلتكو مدريد في النهائي ولكن وسط الانطلاق الخالية للمدافع الفرنسي دي يحصل له الحدث الاكبر وهو تعرضه لتمزق في الغضروف المفصلي وجملة زي دي معناها انه يكون في تدخل جراحي التدخل اللي اصفر عن غيابه ما يكره من خمس شهور الفترة اللي اسوا ما فيها هو غيابه عن المنتخب في كاس العالم البطولة اللي اتكلمنا عنها في حلقة بوكبة بقى اروح شوفها ولكن نضمنه هو تتوج منتخب الديوك فعادة موجود اهم مدافعين للمرحلة وبعد النهاية المبكرة للموسم فران يبدأ موسم 2013-2014 بداية متأخرة بسبب الاصابة ولكن بعد عودته من الاصابة مدرب الفريق الجديد انشلوتي يكرر الاعتماد عليه بشكل اساسي ومع اول مباراة يقدم اداء دفاع مميز ويعمل اسست لمرطع وده اللي اصفر عن تواجده بشكل اساسي مع الفريق والوضع ده استمر حتى يأتي موعد اداء الكارثة الديوفينتوس في دور الابطال الاداء اللي كان يتلخص في تدخله على بوكبا في منطقة الجزاء وليبيليوفي يتقدم بهدف ومع عودة المارينجا عن طريق رونالدو بيل يتسبب فران في تسجيل اليوفينتوس الهدف التاني وعلى الرغم ان الحدث ده بعده عن التشكيل الاساسي وحتى في فوز ريال على برشلونة في نهاية كاس اسبانيا كان عدكة طول المباراة ونزل في اخر دقيقة اللي اني بعدها ومع وصول الريال لمواجهة اسلتكم مدريد في نهاية دور الابطال انشلوتي اعتمد عليه بشكل اساسي في المباراة اللي كنا اتكلمنا عن مدى صعبتها في اكتر من حلقة اقوام كانت حلقة راموس صاحب اللقطة الاهم في تاريخ مدريد الحديث اللقطة اللي بيها اخيرا وبعد غياب اكتر من اتنشر سنة يتوقج ريال مدريد بالعشرة البطولة اللي بيها فران اصبح اصغر لقاء فرنسي يتوقج بيها محطمة الرقم نيكولاس انيلكا اللي فاس بيها مع نفس الفري في سنة الفين وبعدها على طول فران ينضم للمنتخب في كاس العالم البطولة اللي فران فيها شارك اغلب دائية المنتخب وده ساعده ان يكون من اهم عزبها بصعود الديوك لمواجهة المانيا في ربع النهائي المباراة الاستمرار فيها التعادل حتى تأتي رأسية هوملز اللقطة اللي بسببها فران واجه انتقادات كتير لانه كان المكلب بمرأبة صاحب الهدف في وقت كان صعب جدا جدا على صاحب الواحد عشرين عام اللاعب اللي بدأ المسم الجديد كمدافع تالت للفريق ولكن بعد تكرار اصابات راموس وبيبي يعود لتشكيل الاساسي مرة اخرى وبعد تتوجي الفريق بالصبع الاوروبي في عدم وجوده بعدها يكون موجود في تتوجي الفريق بكاس العام للاندية وفي الفترة دي بالذات اي مدافع مكانه كان ممكن يطلب خروجه كاعارة عشان ياخد فرصة اكبر بيها يقدر يوصل لكمة مستوى ولكن فران ساعتها كان مدرك ان التواجد في ريال مدريد معناه ان اي خطوة هتكل تحت لانه في نادي الكمة النادي اللي هو شارك معايا خلال الموسم في 46 مباراة وبيدا عن تسجيله هدفين فهو كان مقدم اداء مميز جدا دفاعيا اداء بيه اكتمل بارهداء شرط الكيادة للمنتخب الفرنسي في مباراة ارمينيا الودية كنوع من انواع الدعم وعودة السكة بعد خطأ ضد ألمانيا واللي بي فران اصبح اصغر اللاعب في تاريخ منتخب الفرنسي يحمل شرط الكيادة التفاصيلة اللي كانت اتكرارت فاكتر من مباراة بعدها سواء في مواجهة السويد او الدنمارك وكل التفاصيل دي كانت سبب مهم في العودة بشكل اساسي في صفوف ريال مدريد اللاعب اللي بدأ موسم 2015-2016 بالمشاركة في اتناشر مباراة من اول تلاتاشر مباراة لعبه من الفريد وفي الموسم ده بالزاد رفايل فران قدم نسخة استثنائية نسخة فيها نضوج وسرعة رد فعل وتناغم في خط الدفاع وبشكل احصائي كده فران قدر يوصل في الموسم ده والحقيقة تفوق فران ده ما كانش مكتصر عالجانب الدفاع بس لانه في بعض اوقات الموسم نسب التمريرات الصحيحة وصلت ل 91.7% وده اللي كان بيكس مدى تطوره في رحلة الوصول لكمة مدافعين العالم اللي قابل الاشتراك على مدار الموسم ده في 33 مباراة وعلى رغم ان يصابته اللي اتكررت اكتر من مرة واللي بيها غاب عن نهاية دور الابطال اللي ان ده ما منعش اسمه من التواجد في قائمة المتواجن بدور الابطال للمرة التانية اخر 3 سنين وعلى الجانب الاخر بقى مع نهاية الموسم ينضم لقائمة المنتخف في اليورو وهو بمع اول ايام في فترة التحضير للبطولة يصاب بتمزق عضلي وبعد الكشف تم تقدير فترة الغياب باربع اسابيع وده طبعا معناه عدم تواجده مع المنتخف في اليورو اللي وصلوا فيه للنهاية وخسروه على قدر فاكرونالدو وبعد نهاية درامية فران يبدأ موسم 2016-2017 باقوة بداية له منذ صعوده بداية فيها تكامل حر في القلب الدفاع المتنوع مع الاضافات والدعم في الجانب الهجومية وطبعا احد اسباب ده هو تولي زين الدين زدان تدريبي الفريق المدرب لدرجة حب فرالو خلته يغير رقمه للمرة التالتة مع مدريد ويلبس رقم 5 رقم زدان القديم ويعتبر الحالة النفسية اللي وصلها فران في الفترة دي كانت بتقول انه فعلا واحد من اهم المدافعين على مرة العصور اللاعب اللي في الموسم ده شارك في 39 مباراة وبنسبة فوز بالتدخلات وصلت ل85% وعالجانب الاخر واحد وتسعين واثنين من عشر في المية تمريرات صحيحة وده بيه فران قدم موسم استثنائي موسم توك في بداية بصنية كاسلة عالم الصبر الاوروبي ومع نهاية الموسم يكملها بالتاتوج بالدوري وطبعا الاهم هو تتوكه مع الفريق في دور الابطال البطولة اللي فيها بعد يتتوكه دفاعيا مع تسجيله على دورتمونتوس بورت انجليش بورنا يكون من اهم اسباب وصعود ريال مدريد لمواجهة اليو في النهائي في المباراة اللي تكلمنا عنها بشكل اضاكي في حالة ماندوجيتش هتلاقي في القناة ولكن المضمون هو تتوجي ريال بالثانية عشر والتالتة في وجود الصخرة فران المدافع اللي اعلن صريحة بانه واحد من افضل صناعة دفاعية في العالم كله ساعتها وبعد نهاية رائعة للموسم فران يبدأ موسم 2017-2018 بواحدة من اقوى بدايات المدافعين في التاريخ بداية فيها كل انواع التكامل والزكاء في اتخاذ الكرارات النقطة اللي كان مفتقدة في اغلب الاوقات واللي بيها بان عليه انه بيشتغل على نفسه في الجانب التكتيكي الجانب اللي فيه بطل حلقتنا ظهر بالنسخة الافضل في مسيرته نسخة بيها شارك على مدار الموسم في اربعة واربين مباراة عمل فيه من نسبة تجاوزة الخمسة وتمانين في المية في الفوز بالكرة في التدخلات والفوز باتنين من كل تلات التحامات هوائية وساعتها بقى اخدها عندك بقى بعد ما يبدأ الموسم بالفوز مع الريال بصنيات كاس العالم والصبر الاوروبي مع نهاية الموسم يكمل نسخة تاريخية للمدافعين في دور الابطال وبالمشاركة في تقريبا جميع دقيقة الفريق يكون الريال لمواجهة ليفربول في النهائي في المباراة اللي اتكلمنا عنها بكل التفاصيل في حلقة راموس ستلاقيه في القناة ولكن المضمون هو اكمال الريال السلسيات التاريخية من دور الابطال وكل ده بكياد فران اللعب اللي بعدها تجيله صدعة للمنتخب في كاس العالم البطولة اللي فيها فران ظهر باقوى نسخة له في مسيرته مع المنتخب نسخة فيها كل صفات المدافع الكائد اللي صعب تخطي المدافع اللي بعد تسجيله هدف في الفوز على الريجوي يكون المنتخب لمواجهة كرواتيا في النهائي المنتخب اللي بعد ما لعب ثلاثة وقت اضافية يوصل للنهائي وهو منهك ومش قادر يقدم اي شيء والكلام ده بقى لما يكون في مواجهة الديوك النتيجة تكون الفوز بربعية ربعية بيها اخيرا وبعد غياب عشرين سنة يتوجل منتخب الفرينس بكاس العالم وكل ده بكيادة الصخرة رفايل فران اللاعب اللي على الجانب الفردي بعد ما دخلت تشكيل المسائل لدور الابطال وكاس العالم يكملها ويكون في المركز السابع في سباق البالوندور واخيرا يكون ديو من عفضل حداشرة لعب في العالم كله من الفيفا والاتحاد الدولي وإكمالا يتوجد في قائمة اللاعبة اللي جمعت ما بين الفوز بدور الابطال وكاس العالم في نفس الموسم القائمة اللي كان فيها حتى لعب فقط في التاريخ واللي نضم لهم مؤخرا جولين الفريز في نسخته الأخيرة وده اللي كان بيأكد على مدى أسطورية صاحب الخمسة وعشرين عام اللاعب اللي بكل المقاييس قدم واحدة من أهم المواسم في تاريخ مدافعين المستدير وبعد موسم تاريخي فران يبدأ موسم الفين وتمنتاشر الفين وتسعتاشر بأداء أقل بكتير من المطاقة أداء فيه عدم حضور زيني ورعونة وكل ده كان ليه أكتر من سبب أهمهم هو رحيل الصناء الزيدان ورنالدو واللي كان اكتمل بخسارة الصبر الأوروبي في بداية الموسم وبعد ما كان الفريق بينفس على خمس بطولات كاس العالم للأنديا تكون البطولة الوحيدة للفريق في موسم فران فيه يشارك رقميا في تلاتة واربعين مباراة سجل فيهم هدفين عشان يكون موسم لنسيان بكل المقاييس وفي موسم الفين وتسعتاشر الفين وعشرين البداية كانت أفضل بكتير من الموسم اللي قبله لإني فران أصبح أحد قادة الفريق اللي مكلفين بالخروج من المرحلة الصعبة دي وبالمناسبة مسؤولية زي دي ما ينفعش لعب يضغاد عنها وساعة بطل حلقتنا تشارك على مدار الموسم في تلاتة واربعين مباراة سجل فيهم تلات أهداف وصنع الرابع وبعد الفوس بالصوار المحلي يرجع يسجل على اسبانيولو ختافي الهدفين اللي مع أداءه الدفاعي يخلوه من أهم أسباب تتوجي الفريق بالدوري الأسباني لأول مرة بعد غياب ثلاث سنين وكل ده بكتير رفييل فران اللاعب اللي استمار في تقديم العروض المميزة وإدري على مدار الموسم 2020-2021 يشارك في واحد واربعين مباراة وبالإضافة لأدوار الدفاعية المميزة اللي كان بيقدمها فهو سجل هدفين ولكنه يكون موسم صفيا عليه مع الريال لأن الحسن الوحيدة في الموسم ده في المباراة اللي سنقيت بنزيمة ومبابي فيها يعليناه تتوجي الديوك بالبطولة الأول مرة في التاريخ وهوب بعدها وبدون مقدمات وفي الوقت اللي ريال مدريد عايز يجدد لفران يقول فران أنه يرغب في تقريبة جديدة وده كان الدفع الأكبر في تقديم اليوناتد عرض وصل لأربعين مليون يورو وطبعاً الريال رحب بده وخصوصاً أنه تقريباً كان فضل له موسم واحد في عقده وفعلاً تتم الصفقة وموسم 2021-2020 يكون الأول لهم على المال يوناتد وعلى رغم من قوة اسم فران كأضافة للفريق اللي أنه كان قدم مستوى أقل بكتير من المتوقع وده ما كانش راجع للعك الكاروي اللي كان بيقدمه خط الدفاع لمنشستر يوناتد لأدى كمال لأنه تعرض لخمس إصابات مختلفة وعلى أصرهم غاب أكتر من ثلاث شهور ونتجة أنه شارك في أول موسم لهم على اليوناتد في تسعة وعشرين مباراة لا يذكر فيهم غير هدفه على عشان بعدها ومع نهاية الموسيوم تجلس دا على المنتخب في كاس العالم البطولة اللي هو فيها عادل واحدة من أقوى نسخه مع الريال وباستثنى المباراة الإفتاحية ضد استراليا فهو شارك في جميع مباراة المنتخب وبالتالي يكون أحد أسباب وصول فرنسا لمواجهة الأرجنتي في النهائي في واحدة من أجمل نهايات كاس العالم نهائي فيه كل أنواع متعة كرة القدم والنهاية زي ما كلنا عارفين هو تتوجي التانجو على حساب رفاك فران اللاعب اللي بسبب صعوبة اللحظة صاحب التسعة عشرين نعام يكرر الاعتزال دوليا في لحظة كانت حزينة جدا جدا عليه وبعد كده فران يبدأ مع اليوناتد موسم الفين اتنين وعشرين الفين تلاتة وعشرين بأقوى بداية له من خمس سنين بداية فيها تركيز بشكل أكبر ولكن اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل هو إن الأجواء جوا اليوناتد مساعدتهش على ده وده طبعا رجع لأكتر من أسلوب داخل النادي على رأسهم إن كل اللاعب يلعب لنفسه ولو أداف خاصة وطبعا مش بيركز على نجاح المنظومة وأكيد ده نابع عن أداء الإدارة اللي خروج السير أليكس فيرجسون عنهم كان بيأكد إنهم أقلب كتير من الكهات الفريق تاريخي بحجم اليوناتد وده ناتيك تو إنه فران يكون موجود مع النادي ومش موجود يعني مثلا مرة يظهر بأداء استثنائي ومرة يعمل كارثة بها يخرج من قائمة الفريق وطبعا الكلام ده مع الإصابات النتيجة تكون إنه يشارك في 34 مباراة ويكون موجود في مواجهة نيو كاسل في نهاية كاسل رابطة المباراة اللي فيها سنائية كاسيمير وراتشفورد تعلن تتويج اليوناتد بأول بطولة تدخل النادي من 7 سنين وبعد وجود فران معهم في أكتر من مناسبة في موسم 23-24 بدأ يكون في أثار سلبيها بسبب التجربة لدرجة إن كان في إشاعات برحيله سواء للريال اللي بيعاني من الغيابات بسبب الإصابات اللي برضو بيعاني من نفس المشكلة الدفاعية ولكن خدها مني كده فران شخصيته مش هتكون على قدر كافي من الكيادة لصراعات قوية تاني سواء في التواجد مع ريال أو البيرن أو حتى الاستمرار مع اليوناتد ورحيله هيبقى رايب جدا إما للدور السعودي أو أي مكان تاني مفهوش ضغطات وطبعا ده رأيي الشخصي ولكن الأهم رأيك أنت في الجزء الأخير في مسئلة فران هل هو مستمر معهم وهيكون في عودة لكمة مستوى ولا هو أصلا خلاص عمل كل حاجة في الكرة وإني رأيك زي رأيي إنه خلاص شخصيا مش قادر على الايام بأي صراعات تاني هستنى رأيك في الكومنتات وسريعا بقى الروح لأرقامه الأرقام اللي تتمثل في المشاركة مع الانديه إلى الآن فأكتر من ربو مائة وسبعين مباراة سجل فيهم أكتر من واحد وعشرين هدف وصنع برضو أكتر من تمانية وفاس فيهم مع ريال بالدوري والسوبر ثلاث مرات لكل بطولة وكاس أسبانيا مرة وحيدة وده محلين أما بقى عالميا ففاس بدور الأبطال وكاس العام للأنديه أربع مرات لكل بطولة والسوبر الأوروبية ثلاث مرات والكلام ده بالإضافة لكاس الرابطة مع اليوناتيد بينتهي كلامنا عنه مع الأنديه أما بقى لو روحنا لمشاركات مع المنتخب واللي تتمثل في المشاركة في ثلاثة وتسعين مباراة سجل فيهم خمس أهداف وصنع السادس وبينفاس بدور الأم الأوروبية في الفين وعشرين وطبعا الأهم والأغلى هو تتجمع الديوك بكاس الأعلم 2018 وبس يا سيدو إلو هنا ينتهي كلامنا عن آيكونة مدريد والمتخب الفرنسي رفايل فران طبعا لو عجبك الفيديو ما نساش تعمل لايك وتونلا بقى تحب أن تتكلم عن مين الفيديو الجاي السلام